سنرى أولا قصة الطالبة صمر ثم نرى أين هي الآن مريم ملاك صاحبة صفر السنوية العامة الشهيرة حيث حصلت الطالبة صمر السيد عبد الربو صاحبة مجموع 7% بعام 2019 والمقيمة بقرية طنبارة التابعة لمركز السن بلاوين بمحافظة الدقالية حصلت على مجموعة 94.63% هذا العام 2020 بعد أن رصيبت العام الماضي وقد أعلنت النتيجة العام الماضي برسوب الطالبة على الرغم من أنها من المتفوقات وقامت برفع دعوة قضائية بعد أن أكدت بأن ورق الإجابة الموجود لا يخصها هي وتوجهت إلى مدرية التربية والتعليم وتقدمت بتظلم للأطلاع الأوراق وقالت كانت المفاجأة حيث وجدت الخط الموجود من الخارج ليس خطي على حد قولها وبعد أن تصفحت الورقة من الواقب داخل تبين أني حاصلة على صفر على الرغم من أنني كنت بالمراجعة بعد الانتهاء من الامتحان وتوقعت أن أحصل على الدرجة النهائية أو أقل بدرجة أو سنتين على الأكثر وأضافت أنه بمادة اللغة الفرنسية والتي تحقق فيها دائما الدرجة النهائية قالت فجأت أنني حاصلة على درجة واحدة فقط وجاءت نتيجة هذا العام لتعلن عن حصولها على مجموعة 94.63% ألف مبروك وده أرقامها رقم الجلوس ومجموعة درجات 388 والنسبة المعاوية 94.63% والاسم صامر السيد علي عبد الربو والمدرسة منازل إدارة السنبلوين طبعا الظلم بيبقى وضحاوي لما حد من المتفوقات أو المتفوقين يجيب 7% أولا 0% زي حكاية مريا ملاك اللي هنشوف هي فين دلوقتي الحمد لله أن ربنا رد لها نتيجة تعبها بالمجموعة الحلوة ألف مبروك من ناحية أخرى حصلت الطالبة مريا ملاك زكريا تاودروس المقيمة داخل قرية صفت الشرقية في محافظة المينيو والمعروفة إعلاميا بطالبة الصفر في السنوية العامة على تقدير امتياز في الفرقة الثانية بكلية الصيدلة بأحدى الجامعات الخاصة وكانت مريا قد حررت محضرا بالقسم الثاني أصيوت يوم 23 من شهر يوليو عام 2015 حمل رقم 3921 بعد أن حصلت على مجموع صفر في المية في نتيجة السنوية العامة أكدت فيه أن أوراق إجابتها الموجودة بالكنترول لا تمت لها بصلة خاصة مع تغير نوع الخط المتواجد داخل قراصة الإجابة ثم أدت انتحانات السنوية العامة بالسنة التي بعدها عام 2016 داخل إدارة نية غمر بمحافظة الدقالية بنظام المنازل زي حكاية سمر بالزبط وحصلت على مجموع 94.2% شعبة علم علوم وذلك بعد أن أدت انتحانة دور التاني في مادة اللغة العربية والتي أجلتها الطالبة بعد إصابتها بحالة هبوط في الدورة الدموية داخل لجنة انتحانة دور الأول وتم نقلها بسيارة إسعاف للمستشفى وقررت الإدارة التعليمية بمية غمر بمحافظة الدقالية حين ذاك تأجيل الامتحان مراعاة لسوق حالتها الصحية حيث حصلت الطالبة بعد أداء امتحان اللغة العربية في الدور التاني على مجموع كل 385.5 درجة بنسبة 94.2% وكانت قد حصلت الطالبة على مجموع 78 درجة من أصل 80 درجة درجة في امتحان اللغة العربية في الدور التاني ألف مبروك لمريم ملاك وربنا يكمل مسندته لها وتبقى من النوابغ إن شاء الله ونحن نحي مريم ملاك على شجاعتها وإرادتها القوية والتي جعلتها تتحدى الظلم وتتفوق بكلية الصيدلة وأيضا نحي سمر وإن شاء الله تبقى هي كمان دكتورة ممتازة وإذا كانت مريم تستحق الصفر فهولاء الطالبة التي ستأتيكم إجاباتهم المضحقة ماذا يستحقون؟ تعالوا بقى إيه؟ اضحك من قلبك السؤال بيقول في أحد الامتحانات بماذا صور الشاعر البيت السابق؟ فرح الطالب كتب له بإجالكسي S4 هو سؤال في الأدب وهو بيجاوب له في الموبايلات واحد تاني سؤال بيقول في اللغة الإنجليزية واتايمي زيت؟ فهو رح كتب له اتنين اللاربع بالعرب وفي امتحان اللغة الإنجليزية السؤال بقى ده حكاية ده فما حكم النكاح مع الدليل؟ فالطالب قال له محرم والدليل إنما المؤمنون أخوة بس تحس إن فيها فكرة برضو يعني يا زواجل بيفكر ماذا فعل الرومانيون بعد عبورهم البحر العبيض المتوسط؟ قاموا بتكفيف ملابسهم في الماء من الماء طبعا ده برضو فيه فكرة واحد بيفكر معكيد طبعا هيجففهم ملابسهم زواج الرسول من أم سلمة علل فراح قايل له اسمه ونصيب هنشوف كمان أسئلة ماذا يفعل المسلم إذا أصابته مصيبة؟ في امتحان الدين فراح الطالب كتب يخبر الشرطة السؤال الخامس عشر عدد أنواع السمك عايز مثلا سمك بولتي بوري كده يعني فراح الجواب سمك مألي سمك مشوي سمك على الفحر سمك بالفرن ده ده سماك أكيد في بقى للأم في موضوع التعبير الأم فضل عظيم على أبنائها أكتب بهذا الموضوع معضحا فضل الأم عليك راح الطار الكتب أمي ماتت ومات معاها كل شيء دية أوجد قيمة سين في المعادلة التالية سين يساوي جزر التربيعي لخمسة نايس خمسة فراح هو عمل جزر التربيعي ده كميل وجون وواحد بيصد الكورك وجون يتكون جسم حشرة الجراد من ثلاثة مناطق أذكرها فراح كتب لم ندرس هذا أنا عارف بيجيبولنا الأسامي دي منين؟ ده اللي هو نقل اللي جابها المضحكة دي تعليق من عندك أحد رائد الفضاء ينادي زميله ولكن زميله لا يسمعه ما السبب في رأيك؟ شان الفضاء؟ طبعا ما فيش تواصل يعني في الأصوات فراح هو كتب إيه؟ كأن زميله رابط أزنه وعيونه حتى صديقه ما يشوفوا أنه رابط عيونه أو لا يسمعه لأنه رابط أزنه لو أعجبكم الفيديو رابط تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم شكرا لكم